السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الصائمون والصائمات في هذا الشهر الكريم في رمضان من أعظم مقاصد الصيام تحقيق التقوى يقول الله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نِدَاء وبالتالي ينبغي أن نلتفت إلى ما بعد هذا النداء سواء من أمر أو نهي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ يعني فرض عليكم الصيام وأصبح واجبا كما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَمَا كُتِبَ عَلَى الْأُمَمَ السَّابِقَةَ أيضا كان عندهم صوم فلماذا شرعته يا ربي لماذا أوجبت علينا الصيام وأوجبته على الصيام لماذا هل قال جل وعلا لعلكم تجوعون لعلكم تعطشون لعلكم بآلام الفقراء تحسون هذه بلا شك هي حكم من حكم شرعية الصيام لكن الحكمة الكبرى قال جل وعلا لعلكم تتقون إذن الصوم لا يتعامل مع الفم ولا يتعامل مع البطن الصوم يتعامل مع القلب إذا صمت فخشع قلبك وانكسر ورقّ وأقبل إلى الله تعالى فقد حققت الغاية من الصوم أما إذا صمت وبقي قلبك على ما كان عليه من غفلة وقسوة إنما تأثر بطنك وفمك فما حققت الغاية من الصوم فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين وإلى مقصد آخر مقاصد الصيام لاحقا بإذن الله تعالى وأقول لكم جميعا هنيئا لنا الصيام ترجمة نانسي قنقر